اشتركوا في القناة منهم 12 مليار بشيقة تحويلهم ان شاء الله قبل الموفى الجانفي 2021 المفاوضات انطلقت بعد اتصال من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد وديع الجاري قابلنا في مكدب وحضور سيهيشام الديب وسيهيوسف العلمي وعلمني بانه قيم ثم امكانية امضاع عقد السشهار مع الشركة العالمية الخطوط الجوية القطارية بعد مشرع سي وديع في الاتصالات مع رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن احمد الثاني مشكور وانطلقت المفاوضات بعدها وتكفل الدكتور وديع الجاري بالاتصال مع الاتحاد القطري وقمت بالتنسيق مع الشركة الخطوط القطارية باش يتم الاتفاق على مختلف بنود العقد ونحب نأكد بل هذا الخصوص انه ملف لما يتدخل فيه اي طرف تونسي مهما كانت سيفته سواء طرف سياسي او غيره باستثناء رئيس الجامعة وديع الجاري حب نتوجه بالشكر للخطوط الجوية القطرية اللي قامت بمشروعنا وعلى ثيقتها في النادي وانحي مجهود كل من السيد اكبر الباكر والسيدة سارة نادر وايضا السيدة شيما سعيد كما نتوجه باسمع عبارة الشكر والتقدير الى الشيخ حمد بن خليفة بن احمد الثاني رئيس الاتحاد القطري على الدور الكبير اللي قام به وكذلك رئيس الجامعة التوسيل لكرة القدم الدكتور وديع الجاري اللي ما فوت اي فرصة باش يدعم النادي الافريقي في كل المحطات اللي مر بها نحب نأكد انه اختيار شركة بحجم الخطوط الجوية القطرية للتعاقب مع ندينا هو مؤشر اضافي على قيمة النادي ووزنه على الصعيد الوطني والدولي كما نحب نأكد انه منذ توليت رئيسة النادي ما بخلناش على الفريق رغم كثرة الديون والمصاريف وباش نواصله دعم الفريق ماديا وبخصوص القصة الاول من العقد باش يتم استغلاله لخلاصة ديون العاجلة وباش نواصله العمل لتحسين موارد النادي المالية واللي نحب نقوله في الختام للجمهور انه سعين لتدارك النقاص والباب مفتوح لكل ابناء النادي للمساعدة في كل المجالات وبدين المشاورات مع البعض منهم لتعزيز الهيئة المديرة وهدفنا من هذا اعادة هيكلة النادي وغلق ملف النزاعات نهائيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة